اشتغل في الاتحاد النسائي مدربة كمبيوتر ماكروسوفت أوفس اسمي عبدالغاني حباب مدير عام مدارس الفلاح الخاصة في البحرين اسمي للواجهة اسم سوالح اشتغل كشف في فلاف كرام بلازا مجيد يوسف المبارك شركة نجمة الشرق للتجارة العامة اسمي ايمون خليل نور الدين واشتغل في كابتال نالج ومنطبي مرشجة ومنسقة برامج اسمي فاطمة فرحان جمعة فرحان اسمي فاطمة فرد مسعود فرد اشتغلت بشركة بي اي سي بصفتي ممثلة خدمة العملاء اسمي شهيرة محمد الماس صاحبة ومالكة مؤسسة دار المياسة أنا اسمي حسن علي حسن أحمد أنا المدير إداري لمركز المشيق العربي للتجارة اسمي أحمد يوسف الشرف أنا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيلز اسمي أنا نبيل لأجيمي أنا اسمي يحيى الأنصاري اساس شركة اسمها Y&H Systems علاء زكريا الشيخ من شركة V-Motion العضو المنتدب وشريك في شركة V-Motion ندا علوي نور علوي مؤسسين الندا أو النداonline.com اسمي العمادي من بحرين بيونسكول 010 هدى جناحي صاحبة إز الخير لمستلزمات الفروسية بحرين السعودية والدوحة رأي صالح صاحبات مطعم فيلا ماماز طارق محمد خلف صاحب مؤسسات الخلف العالمية اللي هي يتفرع منها سمارت فوكس اللي يألعاب لأطفاله فيه ناس يعتقدون أن الناس اللي ممكن يستفيدون من تمكين عندهم واسطات أو عندهم انسايدر، ريليشنشيبز هاي كلام غير صحيح أنا استفت من بنامج تمكين للدياطة واللتجار الورشة اللي استفت منها هي ورشة عمل المهارات التدريب من تمكين أنا شخصيا استفت من كثير من البرامج اللي في تمكين أنا دخلت برنامج مساعد خدمات طبية في كليات العلم الصحية اسم البرنامج اللي أنا استفت منه هو برنامج دعم المزارع البحراني أنا من مستفيدين من برنامج تمكين للتدريب في المشتريات وإدارة سلسلة لإمداد تمكين طبعا رحلاتنا معهم طويلة بدأنا نمك من أول مستفيدين من تمكين شركة وين إيج سيستم البرامج اللي استفتنا منها مع تمكين هو برنامجين برنامج الماركتينج اللي هو التسويق والبرنامج الثاني المشاركة في المعارض استفت في برنامج اسمها اكتشف الحياة في العمل طبعا استفتنا باقع من برامج من تمكين استفت من برنامج دعم التقنية وبرنامج التسويق ومن ضمن البرامج اللي بديت فيه أنا اللي هي برنامج دعم تطوير المؤسسات وبديت بالاستشارة اللي يشجعني وحفزني أن أدخل إلى هذا البرنامج ليأطور من نفسي شخصيا ومهنيا قررنا أن ندخل بهذا البرنامج لما له من فضائب من خلال العرض التقديمي الذي قدم إلينا أنا حزت قدمت في مركز البحرين بياطة والتجية ما وجهتي مصاعب التقديم وكان بروسيجر وايد سهلة سمعنا أن تمكين تساعد المؤسسات الناشئة والتي تحب تتطور توفير قروض مبالغ كبيرة والضمان بيكون من تمكين والقروض فعلا ميسرة الكورس ساعدني أن أنا كمرشدة لازعبش له مشاكل الطالبة شونا أقدر أساعدهم أن يقدر يسوين زين في الصاف أو يسوين زين في الامتحانات أول شي حصلت على شهادة من تأهلني أن أنا أحصل على وظيفة مساعد خدمات طبية استفت وائد أشياء ما كنت أدري عنها والحمد لله يعني لدرجة أنه أقوم ما تخرجنا بعد يودونا الترينينج وحصلنا على شهادات معتسامدة قدرنا الحمد لله نحن نزيد المبيعاتنا ونحن نقسمت في السوق لاحظنا أنه يعني الهداء المؤسسة كان أفضل فالإنتاجية تزيد برنامج جدا ممتاز صراحة وايد استفادنا منها استفدت منها استفادة كبيرة قدرت أتوسع في مجال البزنس مالي ومو بس معلمني شو أنا أكون قائدية أو فرد من المجتمع أنا حصلت وايد شهادات منها البرنامج وساعدني عشان أطور من نفسي وحصلت ريز وبرموشن تفرعت ودخلت في أسواق ثاني دخلت في سوق الدوحة من سنتين وحين صار لنا ثلاثة أشهر دخلنا في سوق الرياض إحنا من أصدقاء تمكين بدون تمكين في موشن ما بتكون الشركة اللي هي عليها اليوم بالاختصار مفيد وشكرا شكرا حك تمكين